السلام عليكم احبتي الهدف من فيديو اليوم هو ان يتعرف الطفل على الشكل المثالث لذلك سوف نقدم مجموعة من الانشطة لنسعى لتحقيق هذا الهدف بالنسبة للنشاط الاول سوف نحاول ان نقدم اشياء من البيئة المحيطة الملموسة للطفل على شكل مثالث يمكننا تقديم الجبن المثالث ونقول له هذا الجبن مثلث الشكل هذا مثلث بالنسبة للنشاط الموالي سوف نقوم على ورقة بيضاء برسم مثلث ونقوم بقص مجموعة من المثالثات وسوف يقوم الطفل بملأ المثالث الكبير المرسوم على الورقة بواسطة المثالثات التي قمنا بقصها من الاوراق الملونة بالاضافة الى التعرف على الشكل المثالث يهدف هذا النشاط الى تقوية التركيز وتنمية الذكاء لدى الطفل بالنسبة للنشاط الاخير قمت بقص اربع مثلثات بالطريقة التي تشاهدونها امامكم وسوف نقوم بتشكيل او تجسيم سمكة بواسطة هذه المثالثات ويقوم الطفل باتباع النموذج الذي قمنا بعمله وبهذا الشكل يتمكن الطفل من التعرف على الشكل المثالث من خلال انشطة منوعة وباشياء بسيطة موجودة في كل منزل في الختام شكرا لكم والسلام عليكم